صباح الخير عليك يا هدير وما فيه شك ان الدولة المصرية حريصة جدا على تعزيز علاقاتها الخارجية وتوزيع مجالات التعاون والصداقة مع القوى الإقليمية والدولية من بينهم بالتأكيد دولة الهند اللي بتربطها بمصر علاقات قوية جدا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية علشان كده سات رئيس عبدالفتاح السيسي توجه مبارح إلى العاصمة الهندية نيو ديلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية واللي بيوافق اليوم اللي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند في عام 1950 صحيح ويمكن هذه الدعوة بتعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد اللي بتكنه دولة الهند للدولة المصرية وايضا الاهتمام الكبير من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بصفتهم من أهم الدول الصاعدة ده غير إنه مصر والهند اللي هم ثوق الإقليمي ودور محواري في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية وأيضا الدولية صحيح وعلشان كده مش ديز زيارة الأولى لسد رئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند سد رئيس زار الهند قبل كده مرتين الأولى في أكتوبر عام 2015 والتانية كانت في سبتمبر عام 2016 وده أعطى العلاقات المصرية الهندية زخم كبير على المستوى السياسي أو الاقتصادي على سبيل المثال الحصر حجم التجارة بين مصر والهند ارتفع بنسبة 75% من في 2021-2022 وصل هذا الأمر لأعلى مستوى ليه بقيمة وصل حجم فيها التبادل التجاري بين مصر والهند لحوالي 7 مليار دولار صحيح الحقيقة أنه العلاقات بين مصر والهند علاقات منتدة من وقت زعيم الراحل سعد زغلول هي علاقات قوية وكانت يعني علاقات كبيرة مع المهتمة غندي ومن بعد كده علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بنهرو ووقتها يمكن تم توقيع اتفاقية صداقة ما بين مصر والهند سنة 1955 والحقيقة أنه مصر والهند كان لهم دور كبير وأساسي في مؤتمر باندونج ومن بعده انشاء حركة عدم الانحياز وتطورت هذه العلاقات إلى أن وصلت إلى أعلى مستوى في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن عشان كده بنشوف هذا الاهتمام الضخم والكبير من الجانب الهندي بزيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم العلاقات بين البلدين احنا بنصبح لحضراتكم في كل مكان وصبح الخير يا مصر